ترتبط مصر وأزباكستان بعلاقات تاريخية متينة آخذة في التطور على كافة الأصعاد السياسية والاقتصادية والأمنية تشكل القواسم التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والأزباكي أساساً متيناً لتعزيز التعاون الثنائي علاقات وثيقة تجمع بين مصر وأزباكستان فقد كانت مصر من أوائل الدول التي افتتحت سفارة لا في تشقند عام 1993 وأول دولة عربية تعترف باستقلال أزباكستان أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال التوقيع على البيان المشترك في هذا الشأن خلال عام 1992 بينما افتتحت أزباكستان سفارتها في القاهرة عام 1995 علاقات آخذة في التطور على الأصعادات كافة خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف وتدريب الكوادر الأزباكية في إطار الدورات التدريبية الهامة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى جانب التعاون النشط بين الجامعات المصرية والأزباكية وتشكل القواسم التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والأزباكي أساساً متيناً لتعزيز التعاون الثنائي وفيما يتعلق بالزيارات المتبادلة فإن المحادثات رفيعة المستوى التي عقدت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأزباكي شوكا تأمير دياييف في تشقند في سبتمبر من عام 2018 اكتسبت أهمية تاريخية وارتقت بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وتعتبر تتويجاً للتعاون المثمر بين البلدين كما تطورت الاتصالة السياسية والتعاون بشكل مطرد بين القاهرة وتشقند ففي عام 2018 أصدر الرئيس السيسي قراراً بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وأزباكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وتهدف الاتفاقية إلى توثيق العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية أزباكستان وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما إذن هي مسيرة جديدة للعلاقات تنضي بها القاهرة وتشقند بإرادة صادقة ترتقي بمستوى شراكتهما لأفاق أرحب تحقق تطلعات الجميع